لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء محمد رسول الله صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته شفيقا رؤوفا بها حريصا على أن يدفع عنها كل ضرر ويجنبها كل أذى وذات مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو على بعير له ويلعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ثم قال موجها ومرشدا لأمته لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر